معنا الأستاذة فاطمة من المنصورة أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك تفضلي أهلا وسلام إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسلام بحضرتك تفضلي يا فانت حضرتك أنا بس يعني عايز أتكلم عن لسان مشكلة عن لسان أخويا يعني طيب الحياة الزوجية دين وبين مراته وابار عن إيه هو اتنين يعني واحد وصحبه متجاوزين مش إنه هو متجاوز بتتعامل معا إنها أنسة معاه إنه هو مثل تشوف متطلباته لأ انزل انت جيتم الشغل من غير غدا ينزل يروح يفكر مثلا تكتب بكم بقية اليوم على طول مشاكل على طول نقارة على طول إنه هي مثلا لهو قال لها كلمة طعف أصاده ميد بميد اتعانده بالدار على إيه اللي يدايقه تنينه وهو بفطرته أنا مش مش لصالح أخويا صراحة يعني بس أنا باتكلم يا أنت لصالح أخوكي ما أنت لصالح أخوكي مش عايزة الأمور تمشي أستاذة أستاذة فاطمة أنت لصالح أخوكي ودوت في الحقيقة مش عيب لكن أهم حاجة أنت لصالح أخوكي المرأة اللي هي في بعض الأحيان إيه اللي بيخليها كده إيه اللي بيخليها واحد صاحبه اللي هو في الحقيقة بيروح رامي عليها خليه بس تكلم بصراحة يروح الراجل رامي عليها إن هي تربي وتقوم بدور الأب والأم فشوية عشان هي بتتعامل مع مراهق والمراهق ده محتاج أبوه بشكل كبير جدا فتضطر هي تخشن في صوتها وتبتدي تتعامل بطريقة تانية عشان تاخد دور الأب كمان فالأدوار الكتيرة دي ساعات بتنسل ست إن هي ست تبدأ خطأ الرجل لا خطأهم أمم الأتنين خطأهم أمم الأتنين أنا لا أبرق الأتنين من هذا المرأة لكي تحتفظ بكونها أنثى وامرأة لابد أن تجد رجلا يقول لها أنها أنها في عينه أميرة والرجل لكي يظل يمارس أجولته ويمارس أعماله بكل جهد في البيت لابد أن يجد امرأة تقول له بأنه بطلها فالأتنين محتاجين بعض الأتنين محتاجين يمتنوا البعض فأنا شاكر لحضرتك إن أنت أثرت الكلام دوت أيوة والكلام اللي حضرتك قلت عليه لما بيجونا في الإرشاد الزواجي بنبقى عارفين إن وراء البعد ده وراء الجفة ده القضية اللي احنا تكلمنا عليها أنها قضية العلاقة الخاصة دي هي الحضر الغائب اللي احنا لازم نتذكر الناس بيه دائما يا جماعة الخير هذا هذه مسألة مهمة في البيوت فلابد أن تكون مغموسة في القيم مغموسة في المحبة مغموسة في الراحة مغموسة في السعادة هناك رجال هي جائزتهم فقط هي العلاقة الخاصة مش هو حصل الأمر ده فيه فرق ما بين الجائزة وأنه حصل الأمر ده هو بيتعب ويشأه ومحتاج أن حد يعبره بالحب عنده وأنا أظن أن حد تقول ليه كده بتقول ليه أنها مش مهتمية بنفسها ومش مهتمية بيه هي كمان محتاجة أن حد كمان يحس بالأدوار اللي هي بتقوم بيها يعني أنا لما أروح لها تقول له أنا أجيب منين وقت منا عايشة في طحونة وأنا ما بحبش أن الرجال يستخفوا بأعمال البيت ولا يستخفوا بتربية الأولاد ده إذا كنا وإحنا نفرق كده عن الكلمة وإحنا برب أولادنا ولا بس بنرعاهم يعني أنا أحس أنه نحن بشتغل طفاية حريق ممش بربيهم وإذا التربية دي محتاجة فكرة تانية محتاجة تأهيل إحنا كل الحاجة بنحاول أن نخلي أولادنا إيه اللي حاصل ما يضعوش لكن إحنا بنربيهم يعني يعني بنبنيهم وعشان كده ننتجي حلقات يوم الأتنين عشان نساعد أولادنا ونبني أولادنا ونستثمر فيهم فعشان كده لو أنت بتسأليني هم الاتنين محتاجين يعودوا مع بعض هم الاتنين محتاجين يتكلموا مع بعض بلاش التراشق عن بعض أنت لو عايزة تسأليني انصحيهم انصحي أخوكي وانصحي امراته أنهم يعودوا مع بعض ويتكلموا ويتكلموا حتى لو يقولوا كلام في أول مرة كلام يدق أو يقلم لكن هم محتاجين إن هم يتكلموا ومحتاجين إن هم يقربوا من بعض مش يبعدوا عن بعض مش محتاجين إن هم كل واحد فيهم يعاقب التاني بالبعد ده مش حل ده يكون ده هو اللي بيحفر الخندق وده اللي بيحفر الفجوة اللي بتحصل بينهم كل يوم لازم حتى لو يزعليهم من بعض يتكلموا حتى أنا بقول لهم كده تعودوا مع بعض نص ساعة تتكلموا حتى لو السماء ما اضطرت وطت وكلاب يعني لازم تعودوا مع بعض لازم تعودوا مع بعض ليه لإن أنت لو ما عدتوش مع بعض الابتعاد الجسدي بيسبب اتعاد قلبي فلازم نعود ونتكلم مع بعض لو كانت يقيل علينا أول إن احنا نوفر نص ساعة نتكلم فيها لكن سهل جدا يبقى عندي ساعتين تلاتة قاعد فيهم متنكد نص ساعة اشتري ساعتك وساعت أولادك وساعت زوجتك بيها عودوا مع بعض يعني أنتوا بتسأليني إيه اللي يعملوه دلوقتي يعودوا مع بعض ويتكلموا ويستحملوا بعض ويصبروا لأنه ده الحل الأول في مسألة سد الفجوة اللي ما هو من بينه ترجمة نانسي قنقر